ترأس معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الثانية عشرى للمجلس في دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المعد في ضوء اقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى ويهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام وذلك بوجوب عرض الحساب الختمي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي على مجلسي الشورى ونواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعا بملاحظاتهما وأخذ المجلس الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون وذلك نداء بالاسم بصفة مستعجلة وإرساله إلى مجلس نواب لإعادة النظر فيه تمت اليوم مناقشة مشروع بقانون في مجلس الشورى وتمت الموافقة عليه وهذا المشروع بقانون يلزم الحكومة بتقديم الحساب الختمي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد إقراره من مجلس الإدارة وبعد تقديمه إلى مجلس النواب في ضرف خمسة الأشهر من السنة وبعد ذلك يعتمد من مجلس النواب ومجلس الشورى وينشر في الجريدة الرسمية